أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أولى فعليات التحالف للتمكين الاقتصادي للذوي الهمم تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي ذلك في إطار العمل التشارقي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوزيع 150 كشكا مجهزا بالكامل وتسكيمهم إلى المستفدين والبالغ عددهم 150 مواطنا من ذوي الهمم كما يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ذوي الهمم ضمن الفئات الأولى بالرعاية وخلق فرص عمل مناسبة لهم